بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا نفذت القوات البحرية في قواتنا المسلحة عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة ترانسوورد نيفكيتر في البحر العربي وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة بفضل الله جاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة ونفذت القوة الصاروخية في قواتنا المسلحة عملية استهداف لحاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور شمالي البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله إن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية إسناداً وانتصاراً للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطع غزة إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف القطع الحربية الأجنبية المعادية في البحرين الأحمر والعربي وذلك رداً على العدوان على بلدنا ودفاعاً عن اليمن العزيز والله حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة صنعاء السادس عشر من دي الحجة ألف أربعمائة وخمسة واربعين للهجرة الموافق للثاني والعشرين من يونيو الفين واربع وعشرين صادر عن القوات المسلحة اليمنية كما رأينا ممنى بيان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد يحيسرية ويألك ملقص بيانه استهداف حملة الطائرات الأمريكية إذن عوال شمال البحر الأحمر وده الاستهداف الثاني لهذه حملة الطائرات وكذا استهداف سفينة رانس سورك التابعة لشركة انتهكت قرار حاضر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة البحر العربي طبعا هذا البيان يعني زي ما انتم شايفين بيان هام وحملة الطائرات لم يجرؤ أحد إلى ضربها من قبل ومن يجرؤ على ضرب حملة الطائرات الأمريكية جريدوح للنقبة البحرية التابعة لقوات المسلحة الأوكرانية ظلوا فيها الأسر لأكثر من عامين ورسالة إلى بلاديميرزي النسك قلبون فيها بتبادلهم مع أسر آخرين قال لك نطلب من البعيس بلاديميرزي النسك شيئا واحدا ونطلق صلاح جنود مشاهدة بحرية بسرعة أنت تعتبرنا نخبة قوية نحن نجالسون هنا لفترة طويلة دعنا نضع العمر في هذا النحو أطلب منك تبادل جميعنا بسرعة قاطب أليكسي موشين جوندي اللواء ستة وثلاثين الذي تم أسره من قبل عامين لنسك عبر أكالة الأنباء الرسية ماذا لو هناك تعاون بين وحدات البضاء روسكو سموس وناسا يجرون تدريبات تحت الماء كما نرى أمامنا في الفيديو أجرى رائد البضاء من وكالة الروسية روسكو سموس بالإضافة إلى رائد البضاء آخر من ناسا تدريبات تحت الماء بالقلب من موسكو واستعداد للزهاب بمهمة إلى المضار في نوفمبر القادم مازال التعاون مستمر بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية أيضا نرى مظاهرات ومتداولة في مدينة كيسر سلاوتين التابع لولايات رانتيند الألمانية ضد حلف شمال الأطلسي وضد إمداد الأسلحة إلى أوكرانيا نحضر الناس معهم مرزقات مثل أوقفوا رامشتاين ألمانيا أخرجوا من الناتو معا من أجل السلام أخرجوا من الناتو ووقفوا كل الحروب نريد عالما دون الناتو نحن نقف من أجل السلام دي بعض الشعرات نستمع ماذا قالوا في هذه المظاهرات بعدها تمعنا إلى المظاهرات في ألمانيا الخارجية الروسية تعلق على استهداف الكوات المسلحة الأوكرانية لمدينة إنغوغراد شددت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت أن الروسيا ستفزي القصارة غدالي منع كييف من تدفيذ أجامات مماثلة لأجامات الطائرات المسيارة التي تشنتها أمس على محطة رادوغا البراعية التابعة لمحطة زابوريجيا للطاقة النهوية في مدينة إنبروغراد يبقى أوكرانيا ضربت مكان من محطة الطاقة النهوية وجاءت على تعليق المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية ماريزة قروفا نشرت على المواقع الأكتروني لوزارة الخارجية الروسية إدراكا للعجز التام للنظام زينيسكي على التفاوض نتخذ بلادنا جميع الإقراءات اللازمة ضده من أجل حرمان نظامه من فرصة تنفيذ مثل هذه الأجامات وأشارت الوزارة لأن الأجامات الممناجة التي يشنها نظام كييف على محطة زابوريجيا للطاقة النهوية وغيرها من مشاهدة الطاقة في روسيا تظهر مسارا يؤدي إلى حق ضرر غير مقبول باقتصاد روسيا وقلق مخاطر وقوة حوادث من صنع الإنسان يمكن أن تؤدي إلى عواقب وقيمة وتعرض للأمن النهو والقارة الأوروبية بأكملها للخطر ضبط أمريكي يكشف عن سيناريو محتمل في حالة نشوب حرب كبرى ضد روسيا صلح الجنرال الأمريكي المتقاعد دانيل دافيس أن روسيا وبفضل الخبرة المكتسبة في العملية العسكرية سوف تدمر معدات العسكرية الأمريكية في حالة نشوب حرب كبرى وبينها وبين الولايات المتحدة وإنفاد دافيس لقد أعطيناهم بحماقة كل أسلحتنا اللي يدرسوها ولأن يعرفون كيف يدمرون إليها عرفوا الأسلحة الأمريكية كل الأسلحة تم أخذها في روسيا يعني عملت مضادات لها وإذا قال لك إذا انقلطنا الحماقة في قتال مع روسيا ستكون في وضع غير مؤتي على الفور أنهم يعرفون كيفية تنظيم الجميع أنظمتنا وأشار أن موسكو قد درست بالفعل جميع نقاط الضعف في الآلة العسكرية وواشنطن موضح أن هذا حدث بسبب الخطأ في القيادة الأمريكية القصيرة للنظر التي نقلت من معدات العسكرية إلى الجيش الأوكراني وقال لك أن موسكو أشارت مرادة لعدم وجود خطط عدائية تجاه الدول الأخرى بما في ذلك دول الحرب شمال الأطلسي وقال لك موسكو مسعايزة تحارب لكن إذا حربت هي عرفة كل نقاط الضعف استعداد مستوطنة المطلة بصواريخ من الجنوب اللبناني واندلاع حراق أجبت حراق كبيرة في الشمال الإسرائيلي اليوم قد Aerة سقوط صواريخ من الجنوب اللبناني على مستوطنات الإسرائيلية وفقا لما ذكرت إزاعة الجيش الإسرائيلي وهذا كانت إزاعة الجيش الإسرائيلي مثل اليوم أن ستغضبت مستوطنة المطلة بصواريخ مضادة للدبابات وعلى أسلال اندلعت حراق في المنطقة دون وقوع صبات على حد تعبير البيان. الاستخبارات الخارجية الروسية بتقول لك امريكا على وشك استخدام الزكاة الاصطناعي للتلاعب بالوعي صلح مدير جهاز المقابلات الخارجية الروسية سيرغي ناركفين ان جهاز المقابلات الامريكية على وشك استخدام الزكاة الاصطناعي للتلاعب بالوعي العام في البلدان التي لا تحبها وهذا يؤدد بان يصبح مشكلة خطيرة للبشرية جمعها وقالها خلال مقابلة جهازة المقابلات الامريكية على عشق استخدام تقنيات الزكاة الاصطناعي كهدار التلعب الوعي عام في تلك البلدان التي لا تحبها الولايات المتحدة ولكن وكالة المقابلات طلبت بالفعل نحو مية وخمسين مشروعا في مجال الزكاة الاصطناعي لها دي الأغراض. آآ مظاهرات اسرائيلية تطالب باتمام صفق التبادل لأسر الافراج عن المحتجزين. وذكرت صحيفة آآ اسرائيل هاليوم آآ آآ ان المئات من الاسرائيليين خلقوا للتظاهر في مدينة تل عبيب مطالبة باتمام الصفقة آآ مع حماس بهدف المطالبة عن الافراج عن المحتجزين وآآ يعني اجراء انتخابات آآ سريعة آآ ويعني طبعا نقال نتانياهو. آآ تحياتي لكم اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد محدسكم ظريف العديب تحياتي.